بطل هذا الأشياء موجود صار يصحى الصبح مش طايا يروح الشغل صار عنده تعب عام صار عنده تعب نفسي بيحس حاله نطئ ناف إذا أي شخص حت حاله نطئ ناف رح يصير محبط ورح يصير مش قادر يعمل ورح يدخل بالبرناوت يعني في مشكلة عنا إحنا كطباء بس كمان إدارات المستشفيات فكروا أنه الحق على الدكتور الحق مش على الدكتور يعني هاي التساستماتك إيشو هي أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأعزاء بحلقة جديدة على بودكاست جمعية الأطباء الأردنية الأمريكية جابا اليوم موضوع حلقتنا عن الاحتراق الوظيفي ورح يكون معنا طبيبين اختصاصية في الطب النفسي وطبيب ممارس في المجال الطبي رح نحكي عنه من مختلف التجارب والخبرات موضوع الاحتراق الوظيفي أو المعروف عنه باسم البيرن آوت هو موضوع كتير منتشر وما منتخيل قداش أهميته وقداش بيأثر على الطبيب قبل ما نبلش حابة نعرف ونرحب بالضيوف اللي معنا دكتورة جنة تفضلي أهلا وسهلا أنا اسمي جنة علي زعبلاوي اختصاصي الطب النفسي صر لي خمس سنوات بوردد بالطب النفسي من بالأردن تخصص بالجيش وبعدين بلشت بالبرايفت مع دكتور وليد سرحان وحاليا فتحت عيادتي الخاصة ومعني باختصار فايت ستطب النفسي عن حب إذا في كلمة شوي أكتر يعني أكتر كمان أهلا وسهلا فيك أهلا فيك دكتور ناصر أهلا فيكم أنا اسمي ناصر غرايبة خريج الجامعة الأردنية وخلصت اختصاص من خمس سنوات تقريبا بالإندوكرينولوجي علم الغدد وكمان عندي باشن فور أوبيسيتي مدسا علم السمنة وفي القيادة في الحقل الصحي أهلا وسهلا فيكم مبساطين كتير أنكم اليوم حتكونوا معنا بهذا الموضوع اللي هو البرن آوت لكن قبل ما نبلش في بحب أنه أول إشي نحكي عن مفهوم البرن آوت فنحب نبلش معك دكتورة جنا الآن أول شي بنا نحكي عن تعريف البرن آوت الاحتراق الوظيفي عرفت منظمة الصحة العالمية البرن آوت في آخر إصدار للإي سي دي اللي هو إي سي دي إي لبن على إنه سندروم إيش يعني سندروم يعني مجموعة من أعراض زمان ما كان يعتبر إشي محطوط بستتستيكس محطوط بإصدار لإشي مرضي ولكن حديثا أضيف على هذا الموضوع دليل على أهميته وأنه بيأثر على حياة كتير ناس هلأ شي يعني برن آوت لما نحكي أنه فيه احتراق وظيفي مع ناتو فيه حدا بوظيفة بداية بوظيفة فيه مهمة كتير معلومة نحكيها أنه نحكينا لما نحكي احتراق وظيفي فهو إشي موجه للأشخاص معينين يعني فيه نوعية من الأشخاص هن اللي منحكي صار عندهم احتراق وظيفي ألا وهو مين هدولهم الأشخاص الناس اللي فاتوا على إشي هما بيحبوه فاتوا بتخصص بيحبوه فاتوا بوظيفة هما كان عندهم شغف إنهم هما يفوتوها وليس الناس اللي أصلا حدا ما بحب الشغل حدا كسول حدا مش سائل بأي إشي فنوعية الناس مختلفة فإحنا توجيهنا لهدول الناس فات بشغف بيحب بلش بنفسية كويسة بلش باندفاعية بلش بحماس وشوي شوي لأسباب ما رح يحكيها الدكتور إن شاء الله بطل هذا الإشي موجود صار يصحى الصبح مش طايا يروح الشغل صار عنده تعب عام صار عنده تعب نفسي بطل قادر يقوم بالعمل اللي كان يقوم بيه سابقا وصار حتى دائما بري اوكيبايد وموضوع الشغل شاغل باله وصار حاسس إنه هو بطل إفشنت وبطل عنده قدرة إنه يقوم بالإشي اللي هو أصلا عنده القدرة إنه يقوم فيه وبلش يأثر على حياته طيب دكتور ناصر إيش برأيك في أسبابه ممكن تأدي لحده يوصل لهذه المرحلة هذا في عدد من الأسباب يعني أنا دائما بتخيل إنه من أكبر تحديات بواجهة الطبيب إنه يعني بيمر بهاردشب أو في صدمة بتصير لأي طبيب هلأ أنا مثلا خلصت توجيهي بال2005-2006 دخلت الطب وكانت عند تتصور معين عن ممارسة الطب بشكل عام بعدين خلصت الإختصاص بال2019 فأنتي مر بجوز 15 سنة على كل دكتور 15-20 سنة لعبل ما خلص إختصاصه أنت لما تخلص إختصاصك بتلاقي حالك استضمت بأنه كل المعطيات تبعت ممارسة الطب اختلفت بشكل جذري يعني هلأ إحنا من 2023 من أكبر التحديات في عندك artificial intelligence ذكاء اصطناعي يعني هم قاعدين نحكي عن كمبيوترات ممكن نتعالج البني آدم طبعاً في تحديات كثيرة بتصير يعني إلها دخل بالتأمين بالجنوريشنز اللي بنعالجها صح؟ يعني هلأ لما إحنا كنا بال2005 أو 2006 الـ expectations تبعت المريض بتختلف من المريض اللي هلأ صار مثلاً جنوريشن زي صار هلأ بدي إياك أنت المريض تكون موجود ومتاح له بكل وقت وهذا دائماً بيكون على حساب مين؟ على حساب مقدم الرعاية الصحية اللي هو الطبيب فهاي الأشياء بتزيد الـ expectations وصار صارنا نتطلع على المريض كأنه يعني بيقدم بنقدم له service وانت بتقدم له service معنات بدك تعمل إشي زي customer service وبعد ندخل موضوع الـ social media وكتير أشياء فهاي واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الطبيب يصير عنده burn out فهذا ضغط خارجي بس فيه كمان ضغوطات داخلية يعني طبيعة الطبيب بالعادة بيكون type A personality بدي يكون كل إشي perfect بحياته بالبيت وحياته بصحته هو بشكل عام وكمان بأنه بالأسلوب اللي بيعالج فيه المريض وهلأ مع التغير جزء من التغير بالطب هو سرعة المعلومات يعني كنا نحكي اليوم عن الburn out ما كان syndrome كنا نحكي عنه كأنه إشي لساتنا مش فاهمينه بعدين هلأ صار فيه classification جديد صار الburn out actually a syndrome صح؟ فهذا كل إشي عم بتغير بسرعة 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 أنت مستحيل تقدر تستوعب كل هاي المعلومات فالطبيب فيه عليه ضغط مش بس إنه بعياته فيه عليه ضغط من كل المصادر اللي بتعامل معاها وكمان المجتمع عنده expectations من الطبيب موجود بالعيلة كresource لكل العيلة فكل هذا بيخلي الواحد عن جدي يحس بحالة من الاحتراق الداخلي كأنه مستهلك فيه كتير أشياء عم بتأثر عليه لازم يعطي فيها وبمعنى نحن بنحب to be perfect and precise فكل هاياتها بتاخد منك ومش قادرة تلحق عليها ميب المهم دكتورة جنا إيش بتتوقع كمان في عوامل وأسباب بتأثر على الطبيب أو العاملين في المجال الطبي ملا فيه إشي مهم إنه نعرفه كمان إنه عادة العاملين في المجال الطبي هم أكثر ناس يعانون من burn out مثل الأمور اللي حكاها الدكتور زائت كمان فكرة المنتل أفرت أي إشي بده جهد منتلي هو كمان بياخد من طاقة هاد البني آدم وإنه يحقق للشخص اللي قدامه كل اللي بيقدر يعمله فهذا عم ياخد من وقته وياخد من جهده زائد ما ننسى كمان فكرة إنه برنامج التدريب برنامج الإقامة وحتى كطالب سابقا فهو بده وقته بده جهد كتير أكتر من تخصصات أخرى للأسف في كتير ناس ما بيعرفوا اللي هم خارج النطاق الصحي واللي ما عندهم عادة ناس أطباء كطلاب مثلا بكون هم الحدى الوحيد اللي داخل طب أو الحدى الوحيد اللي داخل ريزدنسي هن ما بيعرفوا الأهل واللي حواليهم والمجتمع إنه هذا الشخص جد بده وقت لدراسته ولشغله أكتر من البني آدم الآخر الذي يعمل في نطاق آخر يعمل في عمل آخر فهذا الإشي برضه بيشكل ضغط عليه من الخارج أنه أنت بدك تشارك بأشياء اجتماعية بدك تشارك بأمور أنت حاليا أولويتك إشي وأولوياتهم إشي مختلف ففكرة الأولويات كتير بتفرق هلأ شو ممكن أسبابه عوامل أخرى يعني خلينا نكون واضحين بفكرة إنه فيه أشياء زي ما حكى الدكتور داخلي وفيه أشياء خارجية خارجية برضه بالإدارة اللي فوق هذا الشخص إذا كانت الإدارة متفهمة إذا كانت الإدارة قادرة تحط هذا البني آدم وشايفة كفاءته فعم بتكافؤوا على هذا الإشي فبكل موضوع مختلف ومترك هذا الموضوع للدكتور إنه يكمله أكيد يعني هلأ فيه واحدة هاي كمان مثال آخر عن التغيير اللي صار قبل 20-30 سنة كان كل دكتور مدير حاله صح مدير العيادته هلأ النماذج اللي بنشوفها أكثر إنه عم بتشوف فيه ناس صارت تخصص بالإدارة في القطاع الصحي وأغلبهم مش أطباء فهم ما بيعرفوا شو التحديات اللي بواجهها الطبيب فأنت المتفقد السيطرة بطل فيه أوتونومي عندك بالبراكتس تبعك يعني أنت بتفوت على العيادة تبعتك صح بيحكوا لك إحنا ما هدنا لك كل إشي وأنت بس ركز على أنك يعني تدير بالك على المريض صح بس أنت حاسس حالك فقدت القدرة على التحكم بالمكان أو بيئة العمل اللي أنت بتشتغل فيها فبالأردن وبأمريكا وكل محل هلأ صار فيه الطبيب حس حاله أنه بيجي بس بيقدم الرعاية الصحية وبس ودوره بدل ما هو يكون قائد بالمجتمع قائد بالعيلة وقائد كمان بالمكان اللي هو بمارس فيه بيحس حاله أنه هو نحط بس ببيئة عمل معين انفرضت عليه الشركات التأمين تفرض عليه أسلوب معين بالشغل المريض بفرض عليه كمان بالحكين عن الموضوع وكمان الأطباء الثانيين كمان بيكون عندهم وانت هلأ لازم تكون موجود بالنسبة إلي هلأ بدي تدير بالك على المريض اللي بحول لك إياه ولا بدي لك المريض لحدة تاني فعندك كمان حتى concept الـ volume rather than value شو يعني أنت لو بتشوف أربعين مريض باليوم راتبك أحسن أو ضعف راتب الدكتور تاني بيشوف عشرين مريض باليوم صح؟ بطل فيه تركيز على الـ value على الـ quality of care من قدمها طب يعني إذا معناته واحد psychiatrist بيشوف مريض ومثلا دكتورة جانو بتشوف مريض بكل ساعة معناته والـ value اللي بتقدمها كتير أعلى بس بالنهاية ما بتشوف تقدير فايش بصير في ضغط على الطبيب إنه يشوف أعداد أكبر حتى لما تروحوا على مثلا الأماكن العامة بكل العالم بيكون عدد المرضى مهول يعني مو طبيعي وهذا أكيد بالآخر بصير عند الواحد بيرناوت وبالآخر هذا مش بيأثر على الطبيب نفسه أهم إشي إنه بيأثر على المريض وعلى عيلة الطبيب وعلى المجتمع بالنهاية طيب دكتورة جانا هلأ حكى لنا دكتور ناصر على العوامل المترتبة إنه إذا كانوا يصار عنده بيرناوت سو إيش الأشياء اللي ممكن كمان إنه يتأثر على أداءه يعني بشكل عام بيرناوت إيش بيعمل للشخص اللي أصيب فيه هلأ فيزيكال وايز رح يتعم فبطل قادر إنه يقوم بالأشياء اللي هو بيعملها عادة تركيزه بتغير نومه بتغير والنوم ركيزة أساسية لحتى الواحد يكمل حياته بسلام بيبطل قادر ينتبه على تفاصيل حياته الأخرى فبيحس حاله كمان مقصر في هاي الأمور فبيقلل من قيمة حاله كثير فيه ناس بربطوا قيمتهم بعملهم فلما يحسوا إنهم هم مش قادرين يعطوا هاي القيمة بزير بيرناوت زائد إضافة للي الدكتور حكا اللي هي فكرة الكم والكواليتي هاي الفكرة بحداتها للشخص اللي كتير بهمه يعطي كواليتي بتعمله إحباط إحباط إنه حتى أنا فوق ما عم بعمل كل إشي بقدر عليه فأنا مش مقدر فوق كل العطاء اللي عم بعطيه فأنا مش مقدر لا مقدر معنويا ولا ماديا فهذا إشي كتير متعب لأنه يعني بدكم إياني أكون أقل أخلاقا مثلا وأمشي الإشي تسنيك بس عشان أنتو تكونوا راضيين هون بيصير بصراع وبالآخر هو بدي يوازن أنا أي إشي اللي بديه في ناس بيضعفوا أمام هذا الصراع في ناس ما بتحملوا فخلينا نحكي ريسك برسز بنافت بكل إشي موازنة بين الإشي اللي أفضل إله أو هو الريسك اللي ممكن ياخده ممكن يقرر إنه أنا ما بقدر أظن بهذا العمل لكن إحنا ما يعني مش الإشي اللي ندعي له ندعي له إنه نحنا نتجه اتجاه أن الواحد يستقيل لأنه بالآخر إحنا يعني هذا مش قرار سهل أبدا مش قرار سهل هلأ حكينا فكرة إنه يعني خلينا نحكي فكرة عمل مؤقت أو عمل دائم يعني والله هي حدا طالب وهي أكمن سنة وبدو يخلص ممكن إنه يضغط حالك وما لي يخلص هلأ ممكن بالطريق ما يقدر فبدو يصير هو قد يكون دخل بإشي أكبر من البرن آمت لهو اكتياب ساعتها بدو يكون فيه لجوء لمختص للمساعدة ممكن إنه لأ هلأ أنا أينيد تو أرفع الكوبين تبعي أنتبه للقول تبعي وأركز عليه عشان أقدر أمشي والحياة أولويات فهون أولويته دراسته بدو يخلص ليحقق هاد الهدف كان إشي مؤقت إدر إنه تكوب ويمشي ويوصل هلأ والله يدخل برنامج إقامة حس إنه برضو مع الوقت كان عم بعطي وبعمل ومتحمس لهذه الدراسة وهذا شوي شوي لأسباب عدي حوله أو داخله بس على الأغلب حوله بخليه مش قادر يعطي كما يجعل برضو البرنامج الإقامة مؤقت عنده هدف معين أما والله بالآخر خلص وخلص لأوظيفها الوظيفة اللي بده يستمر فيها بلش يمر وقت أمور منيحة ومتحسن وطالع ودكتور ومبسوط على حاله إنه أنا خلصت وصرت مختص شوي شوي بحس حاله فرستريتد لما هو يحس إنه اللي أعلى منه ما عم بقدره ما عم يعطي الإشي اللي هو يستحقه ما عم بيحسسه إنه أنت بتقدر أنت بتحاول هذا الإشي المهم رح تتحسل الأمور أنت لسه بأول حياتك رح سير عندك مرضة أكتر رح 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 كل هاي الأشياء بحس حاله نط إناف إذا أي شخص حت حاله نط إناف رح يسير محبط ورح يسير مش قادر يعمل ورح يدخل بالبرنامج أوكي طيب دكتور ناصر حكينا إنه السترس أو البيرن أوت اللي بيصير عندنا قد يكون من مرحلة الطالب لحد الأخصائي أو حتى في بعد يعني في ممارسته للمهنة الطبية فليش بتتوقع إنه البيرن أوت متواجد في كل المراحل حاله بجوز حكينا قبل عن هذا الموضوع إنه مرة تانية الكلمة هاردشب إنه الواحد بدخل يكون عنده توقع دايما ليش الواحد بنصدم بالحياة حتى بالعلاقات لأنه ما يكون فيه الأكسبكتيشن معين بعدين تلاقي الواقع مختلف صح؟ هون بتصير المشكلة فإحنا بالطب بتعرفي بتبلش سنة أولى بتحكي يلا أنا بس بدي يعني سيرفايف لا سنة ثالثة بعدين بدخل أنا على التدريب السريري بتفوت تدريب السريري بتحس حالك رديت نزلت لا أسفل الهرب مرة تانية بعدين بترد ترجع مرة تانية سنة سادسة بتبلش تحس حالك توقف عرج ليك الواحد تقته بنفسه يعني تتحسن بعدين مرتين بتنزل الامتياز وأول مرحلة الإقامة واللي إحنا يعني كمان ما بنعرفه أنه هاي الشغلة وأنا بتمنى أنه يكون فيه طلاب بسمعوني هلأ هاي رح تضلها السايكل مستمرة لأنه حتى لما تخلص من التدريب أو الإقامة رح ترد ترجع بتكون جونير مثلا أخصائي بتصير طموحك تصير مثلا كونسلتنت لما تصير استشاري بتكون استشاري لساتك أنت تنصدم باللي كنا نحكيه أنه لساتك مثلا اللي زيك وإلهم خمسة عشر سنة بيشتغلوا ومتخرجين فأنت بتحس حالك لسه كمان ملحوق من ناحية مادية كمان فالواحد بضله يتعرض لهاي الاستضمات وطبعا الشهو البرنعوت هو استرس متراكم خلال السنوات فهاي السايكلز اللي بنمر فيها لا شك أنها يعني بتزيد من عرضة الواحد أنه يصور عنده يعني البرنعوت طيب دكتورة جنة حكينا قبل شوي عن أنه البرنعوت لفترة معينة هو مقبول لكن بدنا نحاول إحنا نتجاوزه فهذا الإشي بيكون تمام لكن في مرحلة معينة قد يزير لوصل لمرحلة الاكتئاب فأبدي أسألك إيش الفرق بينهم كيف أعرف أنا وين طيب هلأ موضوع الاكتئاب شوي مختلف بس ممكن يوصلنا لهناك هلأ ممكن إذا كان فترة قصيرة يعني خلال ستة شهر يظهر وممكن سنتين كراني كويز يكون هلأ الاكتئاب هو أصلا بتشخيصه أسبوعين كاملين من نزول المزاج عدم رغبة بأي شيء ما بده الواحد يعمل ولا إشي ما بيستمتع بولا إشي ما في موتيفيشن يعمل ولا إشي بأثر على جوانب حياته كاملة فهون منتجه اتجاه إشي ما بس بتعلق بالعمل مش إنه لما ما أكون أنا ببيئة العمل أو طلعت منه يعني طلعت من العمل ككل تحسنت أموري لأ هون بيكون بكل يعني يستمر معه ولو كان إشي مش ريليتد بالعمل هلأ ممكن يتطور لها بس ممكن لا هما أما البرن اوت إشي ريليتد للعمل بري اوكيبايد بالعمل متعب بما يخص العمل حاسس بعدم التقدير حاسس بالقهر حاسس بالظلم كل هاي الأشياء هلأ هاو تكوب وذات هادي قصة طول ولكن نرجع منحكي على فكرة مؤقت ولا مش مؤقت وبدنا نوازن بين إنه نحنا نكمل بهذا العمل أو لا ممكن الواحد يكون مش قادر تكوب وحقه وقتها بده هو ياخد القرار هل القرار سهل ليس القرار سهل بالمناسبة من الأشياء اللي بحثت عنها تمانين بالمية من الناس اللي بصير عندهم burn out هم بسبب مدير غير مقدر وعدم تقدير لا مادي ولا معنى فهذا إشي كتير مهم زائد بدي أضيف لفكرة الطالب والطبيب الناس في فكرة هيك مغلوطة بمجتمعنا خلينا نحكي إنه الطبيب هو أغنى شخص عوجه الكرة الأردلية وهاي معلومة مش صحيحة الطالب بيضلوا يدرس ست سنين بعدين بيفوت امتياز يا بايد يا ان بايد كمان بعدين بيفوت إقامة يا بايد يا ان بايد أنا عم بحكي بالأردن بالخارج لا أظن إنه فيه انبيند لكن برضو يعني طول وقت بدرس طول وقت بدرس إذا ما درس حتى ما ما إدر ما بيقدر يتخصص ما بيقدر يوصل حتى لهدفه فيه كتير يعني رحلة طويلة زائد في كتير معوقات بالطريق حتى ممكن يكون محبط بالدير طبط بس مش قادر لأنه بالمقابل فيه شغل فيه دراسة اللي قام بالوليات المتحدة بتأخد كتير وقت من البني آدم طبعا حسب التخصص كمان هون أو هناك ولكن برضو بتأخد كتير وقت وهون بتأخد كتير وقت فالواحد كمان بده يوازن يمكن حدا يكون ما بيقدر إنه يعني يعني يحط إشي عجنب مقابل العمل وبالآخر أنثى مقابل ذكر كمان تفرق يمكن واحدة عندها أولاد بتحس حالها مقصرة في حياة أبنائها الأنثى اللي بتشتغل طبيبة وعندها أولاد هاي يعني أنا يعني خصوصا إذا مقيمة له إيش أصعب أصعب لأنه هي وقتها يعني مضطرة ومجبورة وما بتقدر تزبط وقتها وبتحس حالها مقصرة في العمل ومقصرة في أولادها زائد هي فول تايم جوب لأنها بترجع برضو بيرنت أوت في العمل و بيرنت أوت في البيت فهاي الأشياء بننتبه عليه كتير عشان نحنا نعرف كيف نساعد هذا الشخص أنه يتخلص من هذا التعب كان فيه دكتورة كانت تحكيلي من قبل تشتغل بـ فكانت تقول لي أنه أنا مهما انقذت مرضى واشتغلت معهم بالـ ولا إشي كان يرضيني إذا كان ابني بالبيت تعبان فهذا إشي حجمه كتير كبير وتخيلي قديش متعب إلها إحساسها أنه هي مش قادرة تكون هلأ معهم تخيلي أنه هو يعني هي معلقة هي لا هي بالشغل ولا هي بالبيت ولا قادرة تركز فيهم طيب حكينا كمان أنه واحدة من أهم الأشياء النسبة إلنا التقدير التقدير من المؤسسة بذاتها فدكتور ناصر إيش ممكن المؤسسات أو القطاع الطبي إيش ممكن نعمل لنحاول أن نحل هذه المشكلة أو نتجنب حصولها هلأ أهم إشي أهم إشي هو الاعتراف بالمشكلة يعني في مشكلة عندنا إحنا كطباء بس كمان إدارات المستشفيات فكروا أنه الحق على الدكتور الحق مش على الدكتور يعني هاي التسسيستيماتك إيشو فبدنا نفكر بالطبيب وحكينا عوامل خارجية وعامل داخلية بس إذا عنجد بدنا إحنا نصلح دائما بدنا إيش تمجر يعني بدك تعرفي كم نسبة المشكلة الموجودة عندك وشو أسبابها لأن كل بيئة عمل مختلفة عند الثانية عشان لما تيجي تعملي أي انترفنشن تعرف أنه أنت عم بتحسني ولا ما فيش تحسين ولا لا المفروض أن يصير فيه استمارات تتوزع على الأطباء بشكل دوري عشان نشوف إحنا عندنا بالمؤسسة كم واحد مثلا من الميت دكتور اللي عندنا عندهم بيرناوت ومين هم هدول ونعطيهم ريسورسز هلأ فعندك تاني إشي إنه مجرمت دك تعرفي إنه كم حدا عندك عنده بيرناوت بعدين دك تشوف الانترفنشن حسب بيئة العمل موجودة عندك وبعدين بدنا يعني زي إشي زي محاضرات تكون بشكل دوري وأهم إشي لأن الأطباء اللي استاتهم بتدربوا للتوعية لأنه هدول هم يعني بأي مكان فبعديها كمان في شغلة كتير مهمة لازم نعرفها إنه هو الطبيب على مستوى شخصي لازم نزبط حياته ولازم يكون فيه تنويع بالأشياء اللي بيعملها الطبيب يعني الأسبوع الماضي كنا نحكي عن الدكتور الجنة فكتير كنت مبسوط إنه كانت تحكي عن الجدوة لتبعها كيف خلال أسبوع عندها يوم مثلا نص يوم تشتغل فيه وعندها يوم على الأقل مثلا نقف بالأسبوع والأسبوع الماضي مثلا كانت مسافرة هلأ أغلب الأطباء للأسف تطلع على الجدول تبعهم من 365 يوم 24 ساعة دائما موجود مش بطولة هاي يعني شو عم بتحاول تثبت بعدين في شغلة كتير مهمة لازم نتذكرها إنه لازم نبلش نفهم مبدأ التيم بيس كير كمان يعني I was impressed إنه الدكتورة جانا مثلا بتشتغل هي وطبيب آخر وهو كمان زوجها عملين تيم مع بعض صح ممكن روحوا كل واحد يشتغل مكان خصوص بحكي لك أمضيش أكون مع مرتي وبطوش معها صح لا بالعكس هم عملين تيم ليه لأنه هي مش موجودة معناته زوجها والطبيب اللي هو البرتنر تبعها بيغطي بيغطي عنها صح للأسف هلأ في كتير بكل دول العالم جزء من type A personality إنه لا عياتي أنا psychiatrist قد الدنيا ما بديش حد يغطي عني ما حداش بفهم زي صح فهذا الإشي رح يمنعك إنك تاخد إجازات أو إنك أنت تسكر عياتك رح يمنعك إنك أنت مثلا بتغطي لناس لسه في ناس بتغطي inpatient صح كيف أنت بدك مثلا تاخد ثبته أحد كيف بدك تروح على العرس وتكون أنت مفضي راسك ومناصبات اجتماعية فهي مشكلة كبيرة بدنا team based care بدنا نحن نشتغل مع بعض عشان إحنا كلاتنا نرفع سوية الhealth care delivery بشكل عام فهي يعني من الintervention المهمة وفي شغلة كتير كتير مهمة كل دول العالم لحد الآن إحنا 2023 كل إشي تطور بالعالم بس إحنا لحد الآن بيجي عندك المريض بفوت عندك بتكون مش عارف إيش الأمراض المزمن اللي عنده مش عارف شو الأدوية اللي عنده فإحنا لازم نرفع من مستوى الـ بالـ فأي مؤسسة صحية لازم تحرص أن الطبيب بفوت على المريض يعني دخلت على أخصائية اختصاصية نفسية كن نحكي عن الفرق بين الأخصائية واختصاصية قبل شوين على الأختصاصية نفسية أنت عم تدخل على موضوع عم بتعالج لك موضوع الدبريشن مش قاعدة تحكي عن موضوع النيبين ولا عم عم بننجم أنه المريض إيش الدول اللي عم ياخده هاي الأشياء منغصة لأي ممارس للرعاية الصحية فلازم على مستوى كامل بالقطاع الصحي نبلش نفكر كيف نستخدم التكنولوجيا اللي هي بتعرقل صارت الدكتور بدلا ما هي ترفع من سوية الرعاية الصحية صارت بالعكس صارت عقبة للطبيب فإحنا بدنا نصير نفكر كيف تكون الأمور سموت للطبيب يفوت على المريض المريض عارف شو ويكون بس كمان بالمقابل الطبيب عنده المعلومات الكافية أنه هو يدير باله على المريض بالاختصاص تبعه بسيطة المريض اللي هو بمارس فيه هنا منرجع كما الفكرة اللي حكناها سابقا إنه كواليتي فرسز كوانتيتي إنه الطبيب اللي بده لو هو ما إجا هاي المعلومات هو اللي ياخدها كلها تبعه كتير وقت أكثر فبصفي كأنه يعني أنت بتاخد وقت أكثر وإنت مثلا يعني ما بتحقق الإشي المادي اللي إحنا بنا كمؤسسة إنه أقل بس هو فعليا هو اللي يعطي الكواليتي الأفضل فهون بفرق كيف اللي أعلم إنه عم بشوف الموضوع طب أنت عم تفيد مريض نرجع لموضوع الأولويات إذا أنا أولويتي مريضي وهذا مفروض أولوية كل طبيب إذا كان أولويته شيء آخر فليل يراجع نفسه طيب دكتور جنا هلأ دكتور ناصر حماسنا بموضوع الويرك لايف بالنس فحبت تحكي لنا أكتر عنه بالنسبة لجدول إن كان للطبيب أو إن كان لأي حدا بالقطاع الطبي بشكل عام بمختلف المستويات هذا إشي كتير مهم طبعا عشان يخفف من البرن آوت هذا إشي أكيد خلينا نحكي بداية مثل ما حكى الدكتور اعتراف بأنه في مشكلة سواء من المؤسسة وسواء من طبيب نفسه في كتير ناس لا معلش لا أنا ينفكر إنه في مشكلة بس هو ما في مشكلة لأنه ما يكون إشي أثر حياتك حقيقة فياكيد في مشكلة ومش الموضوع بس نحط الحق على اللي أعلى مننا آه صحيح في حق ولكن برضو أنا عندي قرار آخذ أنا بدي أكمل بهذا الإشي وما بدي أكمل بدي أحاول حله أول خطوة إنه نحاول نحل المشكلة مش نهرب هلا بدلنا جهد وحاولنا نحلها أنه شفنا ركيزة الإشي الأساسي في مشكلة بسلوك الشخص الفلاني تجاهي نتناقش مع هذا الشخص وصلنا لنتيجة كان به ما وصلنا لنتيجة بدنا نقرر شو الإشي اللي بدنا نعمله تمام أخذنا قرار إنه خلص أنا ما بدي أكمل بهذا المكان طلقنا أخذنا قرار بدي أكمل وقتها حمل عواقب هاي الأشياء بدنا أشياء تانية تتراي تمنج أقدر أظن يوافع إجري تمام من هاي الأشياء واحد أشياء كتير بسيطة على فكرة الناس بتفكر إنه أشياء كتير عظيمة بس أشياء بسيطة الناس تهملها كليا واحد رياضة ولما نحكي رياضة لا يعني لازم أسجل الجن أوكي رياضة معناته أطلع أمشي أطلع أمشي نص ساعة لساعة مش إشي كتير كبير والناس اللي بيحكوا لا أنا ملحوق وما بقدر هم فعليا بتعبهم والبرناوت اللي عندهم ما عم بقدروا يحصلوا الإشياء اللي بدهم ياه بسبب تعبهم هذا الوقت إذا أعطوا لهذه الهبط الكويسة أوكي والصحية رح يكون هذا الوقت إشي كويس إنهم يحققوا الإشياء اللي بدهم ياه بوقت أسرع بما يخص العمل الأكل الصحي طبعا مديتيشن هلا مديتيشن برضو يطول حكي وخلينا نحكي بدعا مديتيشن ميدفولنس 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 هم من الأشياء اللي فعليا ساينس أوكي وهي عبارة عن أن نعيش اللحظة مش ميدفول يعني مليئ بالمعلومات ومليئ بالأشياء طب كيف عيش اللحظة ميدفول أوكي هلا ميدفولنس يجب نحكي أشياء بسيطة عنها إنه نحنا نركز بكل إشي عم نعمله ونفر منحس إنه نحن نحن نشطح بإشي تاني ننتبه على الإشي اللي إحنا نشطح فيه ونرجع للإشي اللي إحنا منعمله إنه ليس بسيطة زائد فيه إشي اسمه إنه ننتبه على تنفسنا إذا إحنا حسين حالنا عم نشطح فالناس الأنكشس بشكل عام والقلقين بساعدهم هذا الموضوع كيف بلش الواحد يشطح بأشياء فيما يخص المستقبل إلى آخره انتبهت إني بلشت بدي أشطح أعود للإشي اللي بعمله مش عارف أعود للإشي اللي بعمله بركز بنفسي وتنفسي شهيق عميق جدا زفير كبير جدا أوكي هيك بيحكو نعبي صدرك كامل وطلع الهوى كامل من صدرك أكتر من مرة طبعا ف هذه ترينيج هذه هي ترينيج يعني كنا عم نحكي بيوم أنا وبيان الصبح إنه ما في حدا اليوم مثل مبالح مثل قبل خمس أيام مثل قبل خمس سنين مثل قبل عشر سنين يعني فرق عمر بيني وبين بيان بحكي لها لما أنا كنت قدتك أكيد ما كان عندي هذه الأمور هي فكرة الواحد يعترف إنه في مشكلة فيك الكوعة معينة بدي أشتغل عليها أكيد الكوبيقات عندما تتحسن رح تتحسن لكن إذا إحنا ما اعترفنا إنه في مشكلة كيف يمكن كيف يمكن نتحسن نتحسن بالمرة فبدنا نكون يعني وعيين ومدركين أهمية هذا الموضوع مش عواطفنا توجهنا عاطفة زائد عقل وموازنة بعدين أخذ القرار تمام؟ فهذا الموضوع كتير مهم وبدنا نمشي فيه بطريقة عقلانية ومنطقية والله يروح على الشغل الآخر لما مر بهاي التجربة الصعبة أنا بسميها بالعيادة بحكي لهم أكلنا كف أوي بها الحياة أكل هذا الكف الأوي بهاي الحياة وأعمان كسر وقف صار أكثر قدرة كوب وأوعى بالشغل الآخر زائد لحكي على الدكتور فكرة الأكسبيكتيشنز العالية تقوم بحكي تقوم بحكي بكل شيء في الحياة لأنه لن تضع الأكسبيكتيشنز عالية لما يصير أقل ولو بشوي مش كتير حت تضايق دائرات بس تضايق يجب أن تضايق وأحباط بوقعك وبحستك أنه خلاص أنا بتطدقى ديركتور منها لذلك هاي كمان إشي من الكوكين طيب دكتور ناصر من التجربة الطبية بشكل عام والممارسة ممكن تحكي لنا عنهم هلأ واحدة من الأشياء اللي كتير مهمة يكون في جدول لليوم يعني الناس صارت تحكي لك لا ما تعملش جدول وخلاص فوت ودبي يعني بالعكس فيعني الواحد أنا واحدة من الأشياء وأنا يعني مريت بالبرناوت يعني مش تفكري يعني بجوز واحد من كل طبيبين عندهم برناوت يعني بتشوفي هلأ بأغلب المؤسسات اللي بيعملوا يعني بيعملوا عن جد تقريبا أربعين بالمئة من بمارس والطب عندهم برناوت ومروا فيه فوحدة من الأشياء اللي حسنتها يعني بحالي أنه صار عندي جدول باليوم بصحة كل يوم الصبح بصحة بكير بعدين بختار حدا من أصحابي اللي بيكون عنده طاقة إيجابية مش طاقة سلبية وبروح معاه بنمشي مرات ياه بنمشي أو بنروح على الجم وبعدين مثلا بروح بوصل الولاد على المدرسة بيكون بشوف عندي سيشن صباحي للعيادة وبعدين خلال الأسبوع عندي سكاجول تايم بين الساعة مثلا 12 ووحدة بطلع بمشي فيه مرة تانية وحتى مرات ممكن بحكي مع حدا أو بسمع بودكاست يعني جماعة البودكاست هذا إشي كتير مهم لأن واحد بحس أنه فيه تطوير ذاتي صح؟ ومرات حتى بسمع إشي مش بالضرورة لدخل بالمجال التبعي بعدين مثلا ممكن يكون عندي المساء اللي هو سيشن تاني للعيادة وشغلة كتير مهم أنه مثلا صرت أصوم يعني صغام متقطع من حسنت صحتي زي ما تفضلتي وبنفس الوقت بجوز نزل وزني شوي فالواحد بحس أنه فيه إشي بحياته هذا استثمار يعني زي بحوش بالحصالة شوي شوي مش بنفس اليوم مش تحكي أنه أنا صغام متقطع وين ما نحفت معناته مو ظابط أو إيه أنا مش حاسس أنه فيه ولنس بالموضوع هذا استثمار لأنه الموضوع فيه ديمومة من الأشياء اللي كمان سويتها من ثلاثة شهر أنه قررت خلص بدي عيادتي بدل ما أنا بعمل عيادات خمسة أيام بالأسبوع عملت عيادة أربعة أيام بالأسبوع وتفاجأت أنه البرودكتيفتي تبعتي زادت يعني صار عدد المرضى اللي بشوفهم بالأسبوع زاد ما قل يعني فيه ناس بتحكي لك لا والرزقة وأنا بخاف وهيك لا لما أنت تحس أنه أنت تحس عن جد البرودكتيفتي تبعتك بتزيد لأنه مرة ثانية الموضوع اللي دخل بالكفاءة والسرعة بالشغل فإذا أنت حس حالك عندك طاقة إيجابية بتصير أنت تنجز بالشغل تبعك وشفنا هذا الحكي بالبيشنط سيرفيز إحنا المرضى عنا بيقيموا العيادة تبعتنا الستفاكشن سكور تبع المرضى زاد من 82% ل92% بعد ما سونا هيك البرودكتيفتي زادت أنا حسيت حالي أني أنا صحتي لسا حسن صارت الواحد تغلب على البرناوت وبنفس الوقت المريض كسبان بالآخر المريض كسبان أهم إشي إحنا إذا كل حدا كانوا يفكر أنه السنتر تبعنا هو المريض الكل يكون تسوين وين للعيلة على الطبيب للطبيب نفسه وللمريض طيب بالنسبة للمرضى نفسهم مثلا خلال العيادة كيف ممكن تحسوا على البيشن نفسه ويأثر على علاجه طبعا يعني اللي بصير أنت بتصير تعالج المريض كرقم يعني الناس أو الدكاتر ورجزبستة حيحكوا هيك أنت بتعالج المريض أنت بتشوف عندك 20 مريض اليوم أنت يلا اللي بعده لما تكون برند ما في الناس بفكروا بصور يقول لك الطب مهنة إنسانية بفكروا أنه أنت لازم تسوي إشياء بالبلاش كطبيب لا مش يعني أنت لازم تسوي الإشي بالبلاش الطب هو مهنة إنسانية لأنه في الكمباشن يعني أنا بتذكر هل لو أنا كنت سنساد سيزيك كنت كانت في واحد حجة بالخدمات دخلنا عليها حجة كتير كبيرة خلصنا حكينا معاها عندها بريست كانسر تعرف إيش طلوت من الدكتور حكت له ممكن بس تحط إيدك على كتفي يعني هي مش بتغازل ستة حجة كبيرة بس ممكن تحط إيدك على كتفي أنا يعني صراحة كتير لأهلأ بتذكر إنه المريض لما يفوت مش بس بده إياك إنه تيجي تحكي آه هاي الدواء آه بدك كيمو ثربي المريض بده يشوف الري اشورنس بده يشوف يحس إنه أنه أنت عم بتعالجه كبني آدم بده إياك إنه تطلع عليه إنت كشخص كأب كأم كجدة صح مش إنك إنت تفوت تعالج مرض فهو هاي إحنا كل إشي عنا ديزاين اللي هو بسموه سكنس مدل افكير إحنا كل إشي بنعالج أمراض ما بنعالج أشخاص للأسف بدنا الويلنس مدل افكير إحنا هؤلأ هون موجودين وأنا مبسوط كتير على الحك الدكتور الجنة لأنها فهمان هاد إشي مضبوط الموضوع مش إنه بس يلا أمسك هاي الرشتة ويلا اللي بعده وصفات استمرارية يلا أقعد أضبار أضرب هاي هاد يلا مع السلام لا الموضوع كتير أبسط من هيك بجوز مش أعقد من هيك أبسط من هيك بس عشان توصل لهاي البساطة الطبيب لازم يكون حاسس حاله ولازم يكون متأكدين إنه إنه واحد من اثنين دكتورين عندي أنا بالمؤسسة تبعتي عندهم برناوت تأكد إنه إحنا دايرين بالنا عليهم عشان يقدروا دير بالهم على المرضى صحيح وأنا صراحة بدي أضيف إنه كسيكاترست إحنا بناخد كتير وقت مع المريض مش زيت خاصات أخرى كيف أنا بدي أكون قادرة أعطي كل إشي ممكن أعطي إذا أنا مش قادرة أعطي نفسي يجب أن أنك تعطي نفسك وتكون مقدر نفسك ومعطي نفسك قيمتها حتى تقدر تعطي كسي لازم تكون مليانة حتى تقدر تدير فيها يعني تعطي لغيرها متعب يعني تشامعة عم تنحرق ولا ضوبي ضوبي الشامعة اللي بتنحرق بتخلص وهيك البرن آوت إذا بدنا نشبه طيب دكتورة بالنسبة للكوپينج ميكانيزم إيش في أشياء كمان ممكن نحكيها للمستمعين يعني هي سكيلز زي ما حكينا يعني زي ما الحدا اللي بده يبلش يتعلم صباحة بده شوي شوي يبلش عشان يقدر يصير صباح أو يقدر يصبح بعدين سكيلز أخرى ليصير صباح التنس بلاير إلى آخره بده يدرك إنه فيه مشكلة ويشتغل هلأ فيه معنومة كتير مهمة دائما بحكيها كثير مستمر أفضل من سوري قليل مستمر أفضل من كثير منقطة سو هي هاي الفكرة الأساسية معنش بلش انتبه بلش شوي شوي إنك تزبط الأمور إنك تشتغل على حالك إنك تعطي أولوية لأولادك إنك تحط وقت تحط وقت إلك بما يخص هاي الأمور يعني دكتور ذكر موضوع طبيعة عملي أو قديش بعطي حالي إجازات أنا الثلاثة ما بداوم تس بن فاي في يز يوم الثلاثة ما بداوم It's my day لأنه ما رح أقدر أعطي إذا أنا فيش يوم لنفسي فيش يوم أقدر أرتاح شوي أصفي ذهني هلأ أوكي في أشياء تطبير مش بس إنه عالي ومش عالي إنه اليوم إنه اليوم إليك إلي يعني الصبح طبعا بدأي مبلش وظيفة الأم اللي هي لا منتهية طبعا أنا خربنا اليوم جبناها اليوم الثلاثة بس أفعل يعني بعمل هيك أشياء يوم الثلاثة برضو هذه الأشياء تجعلك تشعر التنويع يعني هاو جزء من التنويع اللي إحنا عم نعمله صح؟ إنه مش أنا بس بشوف مرضى بشوف مرضى بشوف مرضى لما يكون فيه تنويع بروح على الكميونيتي بعمل أوتريتش زي ما هلا الدكتورة جانا عم بتعمل هذا هو اللي بيخلي الواحد يحس حس حالك إنك عن جد أنت قائد بالمجتمع أو قائد بعيلتك أو قائد لحالك على أقل أنه إذا حاس حالك مش متحكم بحالك بمشاعرك وإيش انت فقدت التحكم بحالك ومشاعرك طبعا بصير اللي هو الرولر كوستر وكل حال يعرف قدراته يعني يعني مثلا في حدا بقدر يداوم للثلاثة في حدا بقدر يداوم للخمسة في حدا بقدر يداوم للعشرة كل واحد يعرف قدراته أنا قدرتي أداوم للثلاثة مثلا عارف قدراتي لأني بعدها إذا داومت أكتر من هي مش حقدر عامل ولا إيش في بيت عضيها نايمة ومتوفية طيب بدي منك دكتور ناصر ودكتورة جانا كلمة أخيرة بتحب توجهوها للأطباء والطلاب والعاملين في القطاع السحي ولجمعية جابا كمان فيما يخص الورك لايف بالانس أو البرن آت ويعني أي كلمة بتحب توجههم ياها يعني بس مرة تانية عندما بتخيل الطبيب هو جزء من المجتمع الطبيب مش هو بني آدم هو مستحيل يكون كامل فالطبيب يعني مش بني آدم خارق للعادة وبالتالي يعني الواحد لازم يعترف إذا حس حاله أنه في عنده مشاكل نفسية لأنه إذا كان عنده مشكلة بنفسيته مش بس رح ينعكس عليه رح ينعكس على عيلته ومش بس رح ينعكس على عيلته رح ينعكس على المجتمع وعلى المريض لازم احنا عن جد بدنا توتل ريديزاين للطريقة المفكر فيها من ناحية الرعاية الصحية ومشكلة البرناوت هي مش مشكلة بتخص الطبيب نفسه هي مشكلة سيستيماتيك مشكلة كتير كبيرة وإلها كتير زوايا وهو الكونسفت بشكل عام اشي جديد ما منعرفش عنه كتير اشياء فالواحد يخلي يعني كيب ان اوبن مايند وان شاء الله انه الواحد يوصل لحلول اكتر ونعرف اكتر عن الموضوع وشكرا لكم من استضافتكم اليوم كتير من مصطنا بالمحادث معكم دكتور رجلنا كلمة اخيرة بتحبت وجهيها يعني اللي خطر ببالي هلأ فكرة انه ما تهمل حالك واذا حسيت انه اشي اكبر منك اطلب المساعدة هلأ لما نحكي اطلب المساعدة مش شرط رأسا من مختص يعني سبورت سيستم بتير مهم اضيوات مع الناس اللي بتحبوهم يخفف عنك حسيت اشي اكبر من هيك اطلب مساعدة مختص وما تهمل هاد الوضوع بلس فكرة الاولويات دامن حط الاولوية الاساسية بمخك وانظر لها اذا حسيت انها متهون عليك وقدر تكمل الطريق كمل حسيت انه برضو هاد الاشي مش قادر فبرضو بدك تطلب مساعدة او تعمل ما تنسى حالك باي اشي في هاي الحياة يعني اللي ما بقدر يعطي نفسه بحياته ما بقدر يعطي الاخرين ومش واجبك انقاذ العالم واجبك انقاذ نفسك ترفلكت على هاي العالم اعمل اللي بتقدر عليه بالحدود اللي بتقدر عليها وما يخص الطبيب يعني في اشي كتير مهم في اخطاء كتير باخطاءها الناس خصوصا لما يسيروا مثلا اخصائي او حتى مقيم يفكروا انه يعني لازم يكون في رابط مباشر بيني وبين المريض بطريقة معينة بيفكروا انه هي هاي الطريقة مثلا اعطي تليفون مرات المرضى بحرجوا بخجلوا تراي ما يخجلوك لانه ونبع انت كسرت هذا الحل اعرف انه تاخذ من وقت بيتك اكتر مما انت بتتخيل وحتى لو انه الواحد مش مرتبط وقته وقته ان شاء الله لو بده يععد حاصة اجر حقه وما تعتبروا كل شي انه اذا قعد انا بضيع وقت انا بضيع وقت انا بحاجة تحتاج الوقت لان شاء الله لو مش عامل اشي هاي فكرة يعني ويدد منش من قبل فكرة بريسايس وبرفكشنزم هاد اشي كتير شعاب الاطباء بدهم كل شي يلا لازم اعمل الاشي على احسن وجه الله يرضى عليكم حبا حبا انتو يعني احنا مش مش ناس خارقين للعادة وتريني تخففوا شوي لانه ارحموا حالكم ان شاء الله انتو بني آدمين ما بعترفوا احيانا انهم بني آدم خفف شوي انزل للبشرية انتا نفكر حالك سوبر لا لا انت بني آدم واي بني آدم وضعيف ضعيف يعني مش بمرض فو ضعيف فارحم نفسك وشوي شوي وحبا حبا قوم ارجو ان تخففوا ارجو ان تخففوا ارجو ان تخففوا ارجو ان تخففوا لانه هاي الاكسبكتشن العالية اللي انت بتحطها اوكي يفوت متحمس ومبسوط بس خلي في بالك عقلا انه يمكن انا بفكر اشي كتير فضيع هو رح يكون فيه كل ما مشيت رح تدرك انه لا هو يعني مش زي ما انا توقعت ممكن ان تكون كتير مني بس مش زي ما انا توقعت فأرجو ان تخففوا ارجو ان تخففوا ارجو ان تخففوا مش من ناحية قلق انه انا دائما كتير ناس قلقين بحكوا انا دائما بحط السينار الاسوء عشان ما انصدم لا لا هيا حبابي هاد قلق سمتن قلس اما انتو متحمسين زيادة وشايفين انه احسن مكان في العالم فش ولا اشي احسن مكان في العالم ولا في انسان احسن شخص في العالم طننتوا ذلك لانكم رأيتوا ذلك بعينكم وبعين طبعكم خلينا نحكي هذه ليست الحقيقة الحقيقة انه فيش اشي كامل الحقيقة انه فيش شغل كامل الحقيقة انه فيش وظيفة كاملة بس مش انه نحنا نهرب من الموضوع دائما اول اشي منعمله نحاول اصلاح تم اصلاحه ممتاز لم يتم اصلاحه هذا الاشي الصعب ففكرة انه ما في اشي كامل وانت مش كامل وارحم حالك خفف الاسبكتيش تبعتك حتى تعيش بسلام وهذا ما لدينا اليوم شكرا جزيلا شكرا 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 وكتير استمتعت انا في هاي الحلقة اليوم وان شاء الله انه بنطلب من كل حدا عم بسمعنا انه يرحم حاله ويعيش بسلام وينبسط برده بكل اشي وكل اللحظات اللي عم بيمر فيها ورتب اولوياتك هاي اشي كتير كتير مهم من خلال يعني هاي الحلقة حسنا فيه فشكرا كتير لو مستمعينا وبنشوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة على بودكاست جابا شكرا